1st rib, 2nd rib, 3rd rib, 4th rib وهكذا 6th rib, 7th rib, 8th rib وهكذا وورا الربس ده هيت أنا أعطوكم فيها مين هنا الاسكابولا والاسكابولا ده هيت لها lateral border ولها medial border ولها upper border وعملة زي المسلس الميديا البوردر نحن نحن ده الاسباين هون ده الميديا البوردر وده الاترال بوردر بره وده اليوم رسعين شوف الربس بقى شوف المسل دي طلع من الربس نمرة واحد ونمرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية الأبر ايه تيبس وتيجراحة ليلافها الورا ومسكة فيه الفرانت of the medial border of the scapula سريتس لأن الأرجن بتاعها مشارشرة اهو عشان كاسا موها سريتس 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 يعني مشارشرة قولوا انت فهمين مشارشرة قولوا فهمين حاجة اهو قولوا فهمين حاجة اهو تطلع من ايه من الضلوع التامنى ده وتجراحة الورا مسكة في الفرانت بتاع الميديا البوردر of the scapula ده السريتس انتيريور وذلك الفيميل بريست معظمه على البكتوراس ميجر وجزء منه على السريتس انتيريور سريتس انتيريور مصل والانسيرشن بتاعها واضح جدا في العملي وبينزل في العملي very common لأن هزي المصل محترم ليه لأن النيرف بتاعها جاي ماشي عليها جاي من البريكة الملكوم مش مهم جاي منين دلوقتي نيرف توسريتس انتيريور او اللونج سواسيك نيرف اللونج سواسيك نيرف نازل على المصل اللونج سواسيك نيرف توسريتس انتيريور هزي المصل ديت از امبورتنت مصل ليه بقى لأن لها تو مين فانكشن لا يسكر نمر واحد بروتراكشن 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 ليه بقى بتعارفين لما واحد يقعد وبعدين يكفي نفسك دهوت على المكتب ده اسمها بروتراكشن بروتراكشن يعني بيشد الاسكابلة لقدام بروتراكشن بروتراكشن اللي عنلاهم السريتس انتيريور هي اللي بتعمل بروتراكشن الوحيدة اللي بتعمل بروتراكشن ثانيا مش كده وبس ده لما اجي ارفع ايدي لما اعمل ابداكشن من زيرو ال 15 في مصل معينة بتعملها من 15-90 في اخر مصل بتعملها بعد التسعين لازم السريتس انتيرو دي تشتغل ليه؟ عشان تلف الاسكابلة كده اهو فالجلينويد كافتي يفيس اوبوردس عشان اقدر ارفع ايدي اباف تسعين درجة فالسريتس انتيرو اتروتراكشن ده سكابلة سو ده جلينويد كافتي شو انتو خدتو الهيمرس الاسكابلة 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 اهو لها الهيد بتاعتها اهو ولها ادي البوردرز بتاعتها اهو الهيد بتاعتها ده بيسموها جلينويد كافتيت جلينويد كافتيت ومتحوط اصلا بليبرامجلينويدات عشان يعمقه وارتكوليتنج مع الهيد عشان يعمل ده الابر بوردر فيه نوتش سوبرس كابلور نوتش متغطى بليجامين ترانسبرس كابلور لجمن ده الابر بوردر ده الميجيال بوردر ده اللاترال بوردر ده الانفيرور انجل ده سكابولة بتادي بيدا اللعاب ساسكابولة زي شعبولة بوس ار اي كلام طب بس طب بس فيله فيله بس محدش يسجل محدش يسجل مره شعبولة عارفين شعبين شعبان عبراحين كان بيمتحن طلب الطب ودخل في الامتحان الشافه فقال ايه بقى فواحد سأله بعد مطلع خلص الامتحان قال له انت عملت ايه انا اديت الفيمر اديت الواد الفيمر وديت البيت اسكابولة الواد ما عرفش الفيمر والبيت طلعت هابلة محدش يسجلها فقال اسكابولة انتيروسيرفيس ده سموس والبستيروسيرفيس فالسباين وطالع منه الجلونويد كابتي لما انا حامل ايه يعني علمه مش فاهمينه تفهموا حاجة ايه حاجة تايمي جمال زي بعض مش مشكلة نكتة زي بعض مش مشكلة ايه المهم تطلعوا فاهمين حاجة فدي الاسكابولة فقال بصة لاقي الانتيروسيرفيس ده كله ماسكة فيه السرس انتيرور جاه من ورا وماسكة في السرس فيه هذا الانتيرور بوردر ده وزاك لما بتكون تركت تجي لافة الاسكابولة كده حيث ان الجلونويد كابتي فيس أبورد فقدر ارفع ايدي لو هي ما اشتغلتش ماقدرش ارفع ايدي أباقس سعين درجة لان فيش حد حيلف الاسكابولة فالجلونويد كابتي عمره ما هي فيس أبورد ده المين فونكشن بتاعت النيرف ماشي عليها النيرف معرض للانجري في حالتين محترمين في المستيكتومي واحدة عندها كارسنومة بريست وبتعمل راديكال مستيكتومي ويتشل بريست فممكن عور هذا النيرف لان النيرف لان بشير البريست لغاية المصر فممكن عور النيرف لان النيرف ماشي بهايند الفاشي علي المصر والبريست عليها يحصل او بس لازم يكون ليه شروط ترانسفيرس لان النيرف نازل فعشان يتقطع مش هجيب واحد سكينة واضربه كده وهو ممكن ما يطعوش ممكن برا ليه لكن لو جبت ترانسفيرس لون دي كده ها على ريب مسلا نمر اثنين ولا نمر ثلاثة ولا ده حيجي قاطع اللي ايه لونجس راسيك نارف او نيرتس ريسان تيور اول ما يحصل براسس يحصل حاجة اسمها وينجد اسكابيلا وينجد اسكابيلا لو انا حطيت ايدي ودستهم كده ها على الصبورة وبصيتهم لدهري هتلاقي لو انا قلع هدوم كلها حبص تلاقي الاسكابيلا ده ها ادي الميديا البوردر بتاعها ادي اسكابيلا ها والتانية الاسكابيلا التانية ها و ادي الميديا البوردر بتاعها اهو الاتنين برر اللي ايش ازر ده نورمال هين لو اتكيت على الحيطة كده هوت ودهري عريان هتلاقي الاسكابيلا الميديا البوردر هنا بارزين و بررل لو انا عند السري سنتير المقطوعة ابوص الاقي اسكابيلا انحرفت الاقي لما اتكيت انهوت لو البنازز انهوت الاقي الاسكابيلا ده هي الميديا البوردر بتاعها ما بقاش ميديا البوردر خالص ما بقاش بررل بيسموها وينجد اسكابيلا وينجد اسكابيلا ده من الحاجات المشهورة جدا عندنا في الامتحان وينجد وينجد يعني مجنحة وينجد اسكابيلا ماما اسكابيلا بحلوكم سر لو عملت خليت العين كده هوت ولقيت ان اسكابيلا وعملين حرف سبعة تبقى سر ريتس انتيريور هي البيضة سبعة سر ريتس لان فيه وينجد اسكابيلا تاني ابوص الاقي الميديا البوردر ده هوت كده ها عمل حرف مين تمانية 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 يبقى ترابيزيس ترابيزيس دي حركة بس كده يعني تبص كده هوتلاقي عمل سبعة سر ريتس انتيريور ليزو عملها تمانية تدقى ترابيزيس وتامانية فيها ده وترابيزيس فيها ده سر ريتس وسر ريتس فيها السين وسبعة فيها سين ولا انتوا فاهمين سين ولا جين انتوا فاهمين بس شعبول شعبول نظر ايه تلاقيها عمل ايه تلاقيها لانها واضحة وكبيرة ومهم محترم واجبوا فيه صور للوينجد اسكابلل ممكن اجيب صورة وقولك العيان الصورة ايه موسيقى واجب لك او بي و سي وضع سريس انتيريور عصاب اسكبولارس لاودها على اي حاجة سريس انتيريور عامل الميديال وول ن Blir of the axilla نيرتس ريتس انتيريور نايم على المسل مبيل المسللس فاشية يمكن انصباد لان تقسط دوريكال مستيكتومي دوريكال او دوريكال ترانس يواقص والسواقع يكون وماسك في الكوستل قابل اذا انا اطلع من ثمانية ريبس في لو اتنين وعند اربعة انتراكوستل اسبيس وترانسفيرس في الميد اجزيلر لاين ده ها هيتعور ولقي الاسكابلة ده الميديا الغول على فكرة انتو خدتو شوت حلو اوي 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 جدا ومنتوش داريانين هو صحيح ما انتوش فاهمينو اه لكن خدتوه يعني خدتو شوية ماسلز محترمة الشوية المحترمين التانيين انا حبص اللي الاسكابلة من ورا هي والهيومرس هبص لاقي ادي الاسكابلة اها ادي الجلينويت كافتي اهو وادي الابر بوردر بتاع الاسكابلة فيه ابر بوردر بتاع الاسكابلة فيه نوتش وبعدين فيه الانجل ابر انجل وبعدين ده الانتيريور الميديا البوردر بتاع الاسكابلة وده الجلينويت كافتي اهو وادي الهيد وده الجريتر تيو بروستي وده الشاب بتاع الهيومرس وده الانتوميكانيك والساجيكانيك الاقي الباك فيه الاسباين بتاع الاسكابلة والاسباين ممتد الفوق للاكروميوم بروسس لكن ده الاسباين بتاع الاسكابلة الاسباين الاسباين بتاع الاسكابلة مقسم لي الدورسل سيرفس اوب اسكابلة انتو سبرا سباينة سفصة وانفرا سباينة سفصة ده الاسباينة سفصة ده الاسباينة سفصة ده الاسباينة سفصة ده الاسباينة سفصة على الدورسل فيه مصلز محترمة جدا من اكثر المصل احترامة وراحة مش كده وبس وراحة تمسك في معادية فوق مين فوق الشولدر جوينت وماسكة فيه جيترتيوبروس محسوس جيترتيوبروس تاع اليومرس اهو هزي المصل ده اسمها سوبرا سباينة سفصة لانها طالع من سوبرا سباينة سفصة ما عندكيش ما عندكيش هي بتدور عليه عيني مش لقيها مفيش السوبرا سباينة سفصة هزي السوبرا سباينة سفصة is very important muscle. طالع عمسوبر اسبانة صوصة ومشي فوق الشولدر جونت وراح تمسك في لما بتكون تراك تعمل ابداكشن. ابداكشن من زيرو لغاية خمستاشر. سوء انشيات ابداكشن. انشيات يعني هي اللي بتدق. يعني لو هي مش شغالة نوع ابداكشن. اللي مش حضر من زيرو لخمستاشر مش حضر اعمله. فبالتالي اللي باقي مش حضر اعمله. فالمصل ده هي تتانيشيات تبدأ الابداكشن من زيرو لغاية ساعتاشر لغاية عشرين لغاية دي مش مهم. دمر اتنين. ماشي فوق الشولدر جونت. فاتستابيلايز الهدف الهيومرس في الجنوية كافتا انها فوقيها. فتعملها استابيلايز للشولدر جوينت. لكن المين اكشى بتاعها? الابداكشن. الابداكشن. طيب. بعض الابداكشن. ابص الاقي نتيجة واحد مثلا كبير في السن. التندن ده هو يحصل له رابشار. 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 لما يحصل له رابشار انه يتقطع. فالسوبرا سميس مش هتشتفد. البيشنت كانت انشيات ابداكشن. ما يقدرش. من زيرو غاية ساعة ما يقدرش يعمل ابداكشن. الكنوت ابداكشن. وعشان يعمل ابداكشن. بص الاقي يجي تاني. دهر الناحية دي عشان يرفع الناحية ديت لبرة. كده. لكن ما يقدرش يعمل ابداكشن. هم تقطع التندن. ثانيا البيشنت فيه البرزيسنت بين. على التيبو في زي شولدر. البرزيسنت بين. اول ما تلاقي البرزيسنت بين. على التيبو في زي شولدر. المشارات يكتبوا ليه? طلو بركاتكم. ايه اللي حصل ايه? ايه اللي حصل ايه? 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 ايه?